السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا العزاء. طلابا الصف الثالث السنوية عودنا لكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات كيمياء جابريوم. بنشرح فيها وبنحل فيها اسئلة كتاب افوكادرو في مادة الكيمياء للصف الثالث السنوية عودة عشرين اربعة وعشرين. هنحل بقى اسئلة الحديد والسبائك من صفحة خمسة وستين حتى صفحة تمانية وستين الحلقة رقم ستاشر في الكتاب كامل. السؤال اول في حلقة اليوم بيقول لي عندها تحميص. عند تحميص. عند تحميص كتلة معينة من خامل ليمونايج. فان من المتوقع ان كتلة الحديد في الخام. كتلة الحديد في الخام بتظل سابتة. وديت معلومة حضرتك لازم تبقى عرفة. كتلة الحديد في الخام. اثناء جميع عمليات الاستخلاص تكون سابتة. بينما النسبة هي اللي بتبقى. يبقى الكتلة سابتة. عكس مين? عكس النسبة. عكس النسبة ليه لان النسبة بتتغير. السؤال رقم سبعة واربعين. بيقول لي ايه في السؤال رقم سبعة واربعين? ايا من الاختيارات التالية تفضل عند اختيار الخامل استخلاص الحديد منه. طبعا انت عاوز نسبة شوايب قليلة ونسبة حديد عالية. لازم يكونوا عكس بعض. فانت نسبة الشوايب لازم تكون قليلة. فانت هتستبعد نسبة شوايب مرتفعة. وهتستبعد نسبة شوايب مرتفعة. هتشتغل على منخفض. عاوز نسبة حديد ايه بقى عالية? ايه بقى الاختيار بتاعك? يكون الاختيار. جيمة. السؤال رقم تمانية واربعين. بقول لي تعبر المعادلة التالية عن تفاعل. طيب. التفاعل بتاعنا لازم نحدد نوعه ونبص على التفاعل كويس كده ونركز به. ده هما طيب. ومعها عوامل مختزلة يبقى ده اختزال. العوامل المختزلة بتاعت اللي هي الغاز المائي. يبقى اختزال مادريكس. طيب. هذا التفاعل بتاعنا قدامنا هو عشان احنا نشتغل على ليه والاختيار بتاعنا? فبيقول لي هنا حصل اتحاد مباشر? هقول له لا. ده اكسادة واختزال. اكسادة واختزال. لان انا قلت ده اختزال والاختزال بيكون مصحب باكسادة. حلال مزدوج لا انحلال حراري لا. وروح بعد كده ليه السؤال رقم تسعة واربعين. بيقول لي هنا ايه? احد المركبات التالية مستقر ويصعب اكسادة مركب لونه احمر داكن وسهل الاختزال. هو ده? اللي هو مين? اللي هو الاف اي? اكسيد الحديد المغناطيسي. اكسيد الحديد السلاسي. ناتج اختزال ناتج اكسادة ولا يتاكسب. ناتج اكسادة ولا يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار الاف. نروح بعد كده لي السؤال رقم خمسين. يقول لامامك. شكل يوضح انصاف اكتار عناصر السلسلة الانتقالية الاولى. يمكن تكوين سبيكة استبدالية بين عنصرين. طبعا السبيكة الاستبدالية لازم يبقى فيه تقارب ما بين انصاف الاكتار. فلو حضرتك جيت معي على الرسم. الاكس مع الواي ما ينفعش يكون سبيكة استبدالية. لان فيه فرق في نص القطر. والواي مع الواي الو نفس الكلام فانتعاوز عنصرين متقربين في نص القطر. فالمتقرب في نص القطر هيبقى الو مع الز. او تقريبا الز ده مع مين? مع الام. فطبعا الذي موجود في الاختيار هيبقى الو مع الز. فيبقى الاختيار بتاعنا الاختيار ب. سؤال رقم واحد وخمسين بيقول لتتكون روابط كيميائية بين فلذين. امتى بتتكون روابط كيميائية بين فيلزين تكوين روابط كيميائي حصل الاتحاد اتحاد يعني تفاعل تفاعل أن السبيكة بين فيلزين تكوين روابط لكن الراجل يقول ايه فلزين فطبعا الفلزين هيبه الامونيوم وايه وايه واحد يقول لي الحديد والكربون حصل فيه تكوين روابط ولكن الكربون لا فلز السؤال ايه اللي بعد كده رقم اتنين وخمسة بيقول لي ايه بيقول لي اعتبر تفاعل الحديد مع القاز الكلور تفاعل طبعا حديد وكلور لما بتفاعله مع بعض بيحصل اتحاد ما بينهم فبنسميه اتحاد مباشر يبقى اتحاد مباشر وحصل اجسادة واختزال ليه حصل اجسادة واختزال لان الحديد تحول من حديد بصفر الحديد موجب ثلاثة والكلور تحول من كلور بصفر لقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يعتبر تفاعل تسخين كابريتات الحديد السنائي طبعا ده تفاعل حصل فيه انحلال لان كابريتات الحديد السنائي انحلت وعيطت اكبر من مركب وبرضه حصل فيه اكسادة واختزال لان الحديد اللي قدامنا ده تحول من حديد بموجب اثنين الى حديد بموجب ثلاثة يبقى حصل اكسادة المين للحديد واختزال الكابريت يبقى حصل هنا اكسادة واختزال ذاتي وحصل انحلال حراري اذا الاختيار بتاعنا يبقى الاختيار دالي نروح بعد كده للسؤال رقم 54 بقول لجميع السبائك التالية جميع السبائك التالية تنشأ من اتحاد كيميائي بين العناصر المكونة لها مع عدمين تنشأ من الاتحاد الكيميائي للعناصر المكونة لها اذا حدث تفاعل كيميائي وتكونت سبيكة بينفلز زي السمنطاية ماشي النيكل الكروم النيكل والألمونيوم مماله والألمونيوم منحاسي كله حصل في تفاعل كيميائي معدى الحديد والصبب لانها سبيكة بينك سؤال رقم 55 بقول لجميع ما يلي يلزم توفره في الفرن العالي لاختزال الحديد معدى طيب انت عاوز خامل هيماطيات عشان دالي يحصل للشغل وعاوز فحم الكوك وعاوز هنا فيه أكسجين وعندك غاز مثان غاز المثان مش لازم غاز المثان بيبقى موجود في الفرن ايه؟ مادة طيب غاز الأكسجين احنا نعوز له عشان يختزل بعض الشوائب اللي موجودة ويعمل عملية أكسادة لفحم الكوك ازاي مستر؟ يعني حضرتك عندك فحم الكوك فيتفاعل مع CO2 عشان يعطي لنا مع CO2 عشان يعطي CO2 وبعد كده ناخد CO2 ونفعله مع الكربون مرة أخرى فيعطي 2CO اذا فحم الكوك والأكسجين الاثنين بيكونوا أول أكسيد الكربون يبقى كله موجود معادة مين؟ كله يبقى موجود معادة الغاز الطبيعي لأن الغاز الطبيعي بقى موجود في فرن مادريكس ومش موجود في الفرن العام سؤال رقم 56 بقول لجميع المركبات التالية غير خاضعة لقوانين التكافر معادة يعني كلها سباق بين فلزية معادة كربونات الحديد السنائي دي بدي تقدر لقوانين التكافر لأنه مركب مش سبيكة بين فلزية سؤال رقم 57 بقول لي هنا A و B و C و D ثلاث عناصر حيث A يقع في الدورة الثالثة ويحتوي على ثلاثة إلكترونيات تكافر يبقى ال E ده هو أنا نكتب عليه ألمون كل عنصر B يقع في الدورة الثانية ويحتوي على أربع إلكترونيات تكافر يبقى ال B كربون كل عنصر C عنصر انتقالي يقع في الدورة الرابعة وفي العمود الثامن يبقى ده عنصر الحديد والعنصر دي آخر عنصر انتقالي في الدورة الرابعة آخر عنصر انتقالي آخر عنصر انتقالي يبقى ده النحاس وبالتالي هنبدأ نشوف بقى فإن الآتي الصحية عند اتحاد C مع B اللي هو الحديد مع الكربون نحصل على سبيكة بينيه أو بينفل الزية هؤل له بينفل الزية أو بينيه لا لأنه يقول لاتحاد والاتحاد يعني تفاعل لأنه لا ينفعش بينيه عند خلط A مع D لأنه هو الألمونيو مع D هو النحاس نحصل على سبيكة بينفل الزية هؤل له بينفل الزية عاوزة تفاعل يبقى كده مش نفع عند التحاب البي مع السي من البي مع السي البي اللي هو الكربون مع السي اللي هو الحديد نحصل على سبيكة بين تلزية فقط يبقى الاختيار جيم اختيار صحيح ليا سبيكة سيمنطقة السؤال اللي بعد كده رقم 58 بول هنا ايا من الاشكال البيانية القاتية تمثل التغير في عدد تأكسد الحديد والزمن عند تحميص السيدريت عندك السيدريت لما بتحميص هيبقى عندك اول خطوة فيه بتحول الف اي سي او سري الى الف اي او فيبقى فيه هنا سبق وبعد كده بتأكسد الف اي او للف اي تو او سري فاعداد التأكسد تقدر تسابت عندك مجاب 2 ومجاب 2 بعد كده زادت بقت مجاب كام 3 يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار ايه ألف السؤال رقم 59 بيقول لي هنا ايه بقول لي ايا من الاشكال البيانية تمثل التغير في كتلة المادة الصلطة تغير في كتلة المادة الصلطة اكس والزمن واي عند تحميص عينة نقية من الليمونايت كتلة الليمونايت بتقل وبعد كده بتزبط بعد فروق كل الماء فيبقى الاختيار بتاعنا الاختيار جيمي سؤال رقم 60 ايا من الاشكال البيانية الاتيار يمثل التغير في كتلة المادة الصلبة اكس والزمن واي عند التحميص عينة نقية من الصدريب طبعا الصدريب لما بنحميصه كتلته بتقل وترجع تزيد تاني لاب ليه كتلته بتقل وترجع تزيد تاني حضرتك لو ركزت معي هو كان Fe Co3 طلع منه ثاني اكسيد كربون وتحول الى FeO بعد كده رجع وتوصل الى FeO3 فهنا خرج غاز ثاني اكسيد كربون ادى الى نقص الكتلة بعد كده دخل غاز الاكسجين ادى لزيادة الكتلة ولكن مقدار الزيادة كان اقل من مقدار النقصان وبالتالي سيبقى الاختيار دافي سأل رقم 61 بول ايا من الاشكال التالية يعبر عن التغير الحادث في نسبة الشوائب اكس بمرور الزمن اثناء التركيز الشوائب بتقل ولكن لم تنتهي يبقى حضرتك الشوائب بتقل فبالتالي انت مش هتختار له الاولى ومش هتختار له الاخيرة لان فيهم زيادة هنختار له بقى جيم ولا باق هنختار له بقى لان بيتبقى جزء من الشوائب يتم التخلص منه اثناء عملية الاختزال والانتاج بعد ذلك السؤال اللي بعد كده رقم 62 بول ايا من الاشكال البيانية الاتيات ومثل التغير في عدد تأكسد الحديد والزمن وي عند تحمس عينا نطية من الليمونيت هو الليمونيت لما بتحمس بتحول من ايه؟ من ف اي تو او سري ده هو المعادلة دوت سري اتش تو او هيتحول الى تو اف اي تو او سري زائد 3 ماي اذا هو كان اوكسيد حديد ثلاثي مائي تحول الى اوكسيد حديد ثلاثي بس فعدد التأكسد بتاعه ظل سابتا فالاختيار بتاعنا هيكون الاختيار بقى سؤال رقم 63 سؤال جميل بقول العناصر التي تكون السبائق لاستبدالية بسهولة يكون لها نفس التوزيع الالكتروني مش شرط يعني تقع في نفس المجموعة لها نفس التوزيع الالكتروني ولا نفس الكسافة تقريبا ولا نفس اعداد التأكسد ولا نفس الحجم الزري ولا يشورو التكوين السبائق لها تقارب في نصف الكتر والتقارب في نصف الكتر معناها التقارب في الحجم الزري والخواص الكيميائية والشكل البلوري بل اختيار بتاعنا يكون الاختيار دالي السؤال رقم 64 دولي السبيكة التي تنشأ بين في لزة ولا في لزة في ميان نيكل و كروم ده فلز و فلز السول حديد و كربون حديد و كربون هي دية اللي احنا بندور عليه طيب المانجانيز و حديد فلزين كتانيوم و لامونيوم فلزين يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار بقى السؤال رقم 65 بيقول لي اي سباك التالية ينتج باحلال 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 زرات الفلز محل زرات الفلز لا يعني كلمة احلال يعني استبدال احلال يعني استبدال بيقولي السلبة الصلبة اللازي لا يضع. الصلبة ده بينية ما ينفعش. الصلبة اللازي لا يضع او النيكا الكروم ايوه هي دية. سبيك استبدالية. الصلبة ما ينفعش. الصلبة اللازي لا يضع او السمنطية سمنطية ما ينفعش بالاختيار بتاعنا الاختيار. السؤال بعد كده رقم سبتة وستين. جايب لي مجموعة انصف اكتر لعناصر. وبيقول للجدول بيوضح انصف اكتر عناصر متقلية في السلسلة الاولى. او بي وسي ودي. عندك هنا في تقارب في النصف القطر. مفيش زيادة غير السي. او لاحظت ان السي واحد اثنين وستين ثاني. واحد وخمستاشر واحد ستاشر واحد وسبعتاشر. يبقى السي هنا نصف قطره اكبر. فبيقول له كلهما يكونوا سباك استبدالية مع ده. السي مع اي حاجة مش هتكون سبيك استبدالية. ليه هتكون سبيك باقي اثنية. نصف القطر بتاعها كبير والباقي هيدخل ما بينها. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. بالتوفيق يا شبابتم هو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.